أعبادا المسيح لنا سؤاله نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله وهل أرضاه ما نالوه منه فبشراهم إذا نالوا رضاه وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت ذاه وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه وكيف أطاقت الخشبات حمل هل الإله الحق مشدودا قفاه وكيف دنى الحديد إليه حتى يخانطه ويلحقه أذاه وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحي له رب سواه ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا لثديفاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك هل هذا إله تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه أعبادا صديب لأي معنى يعظم أو يقبح من رماه وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن بغاه إذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت لتسمير يداه فذاك المركب الملعون حقا فدسه لا تبسه إذ تراه يهان عليه رب الخلق طرا وتعبده فإنك من عداه فإن عظمته من أجل أن قد حوى رب العباد وقد علاه وقد فقدا الصليب فإن رأينا له شكلا تذكرنا سناه فهلا للقبور سجادت طرا لضم القبر ربك في حشاه فيا عبد المسيح أفق فهذا بدايته وهذا منتهاه ترجمة نانسي قنقر